اه بنكمل اه مع بعض كده اسئلة الاكسس وصلنا لجزء اسئلة اللي هو بيتكلم عن اه يعني الفتح والغلق والحاجات دي كلها. مشي? اه جاي لسؤال كده. اه جاب لك الشكل ده. وبيقول لك اه يعني ادخل على اللي اسمها اسمها اه طبعا بتخش على ديتابيز دي متأمنها. يعني متأمنها. يعني انها و باسورد. فبيقول لك ادخل عليها بيوزر اه اه اي كوفي كان اه صار اتنو سافين. طيب. ده كده بتاع اكس الفين. لو لو السؤال جالك كده انت ما عليك انك انت بتختار اللي هو اختار اللي هو ده. يعني افتح ملف موجود. يعني هو موجود. اه وانت بتكلم عليه حاجات. فانت بتختار اللي هو شان ده. تمام? وبتختار اختار التالت من هنا اللي هو سي ويندوز تكتوب كار هاير. لان هو قال لك اه نفتح كار هاير. تمام? اوكي. بيجي لك اه في حاجة اسمها وباسورد. بيتدخل والباسورد اللي هو ده لك وتقول اوكي كده ايه حاجة السؤال. لكن ممكن يجلبك السؤال مختلف شوية. يقول لك ايه? ادخل على اسمها كار هاير موجودة في مسلا كزا والباسورد كزا. فانت ما عليك مسلا ولا يكون نفتح كده الاكسس بسرعة. اهو كده. نفتح الاكسس. انت عايز تفتح موجودة بالفعل. فبتروح على فايل. تمام? بتلاقي اللي عندك? بتعلمها وتقول له اوبن. بيجي لك بقى اليوزراني والباسورد. بحطهم وتقول له اوكي. تمام? سؤال لك بعد كده. يعيب لك اه الشديات ويقول لك اعمل او افتح او انشي ايه يعني? اه فاضية جديدة. تمام ايه? اهو كده. قليل يكون انت في نفس نظام كده. فانت طبعا بتروح على خلاص? وبقى تابع عنه دي بتروح على اهو. بس كده. طبعا هو ما تسميهاش ولا اي حاجة. بس انك انت بتروح على ده اللي هو الصفحة بضيت. خلاص? او يبقى ايه السؤال ايه? اتحل. السؤال دي اللي بعد كده. اه جايب لك الشكل ده كده. بقول لك استخدم الهلب بتاع الاكس. عشان اه تلاقي معلومات او تجد معلومات. ابقى او دي اسم النام بس. يعني عايز تسلم خاصية الهلب بتاع الايه? اهو. الانك بتاعة الاكس. بتيجي الهلب كده. وبتروح على خائمة هلب. وتقول له ما يكشفت اكس هلب. كمام? وبيفتح لك كده. هنا هنا بقى كده. بتكتب اه الجملة ده لك. قال لك مسلا دي اسم النام برز. اه اي واطفر بقى اللي هو دولك. اهو. دي اسم النام برز. فكتبتيج هناك كده. وبعد ما بتجمي الهلب. الهلب كده. بتكتبها ايه? دي اسم النام برز. اهو. وتقول له ايه? وتقول له. ابحس. طيب يجيب لك كل حاجات بتوعلق ايه? بدي اسم النام برز. اللي بعد كده. اه السؤال اللي بعد كده. يجيب لك الشكل ده. اه يقول لك يبقى. اه اه مستخدما الاخيار زي توليو اللي هيمكنك او هيخليك. اه تبني اه برضو السؤال ده كانت اكسس الفين. اه عايز حاجة اسمها يعني ايه جماعة يعني اه قوالب جاهزة انت بتاخدها منها. فالسؤال ده في في اكسس اه اكس بي. ماشي. عشان تنشئ اه من بتروح كده على حاجة اسمها ايه? وهو يقول لك بقى اه اسمها كزا. يعني اهو اسمها 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 كونتاكت الحاجات ديات. ماشي كمع? اه لان طبعا السؤال ده جالك على على بتاع الفين. اه انت هنا بقى بتحلو زي بقى? بتروح عجب ما اختار ده اختار التاني ده وتلوها اكسس ناتا بيز وزارد بيجيز اور اند بوجيكتنز تختاروه وتقول له اوكي. ده الحل بتاع ايه ده. لكن من اختاربه ايه? بتروح على اه القوانب العامة الجهزة. وبتروح تشوف قالك اسمها ايه بتقول له اوكي. تفنى. بس قال اللي بعد كده. جابلك الشرك دوقات بقول لك اه? اه اه اللي اسمها اه اه مجري ما تقفل نفسه. بتاعندك اكسس اه هي واكس اه. هتقفل دحت. ليه دي? مشيه? لو قال لك ما لكش تقفل الاكسس. يبتقفل اللي دحت.